فلسطين بتونس نظرا الاحداث اللي موجودة مرقيناش خير من سيد الفهوم بشيكون معنا بشيحكينا على اخر التطورات والوضعية في فلسطين مرحبا بيك سعد سفير بحر الخير وتحية لكل اهلنا وشعبنا في الحبيب في تونس وصمود شعب فلسطين دفاعا عن حقوق الام العربية والبشرية جمعا بحر سعد سفير استيقظ العالم يوم سبع اكتوبر على توفان الاقصى كيفاش انت يوم سبع اكتوبر شنو اللي حاسيت طلع يعني ما نتابع اليوم هو في مواجهة استراتيجية تم الترتيب لالها وتنفيذها بشكل مباشر منذ اكتر من مئة سنة في الموضوع وفي اطار خطط استراتيجية لتفتيت امتنا العربية والهيمنة على مصادرها ومنعها من التوحد ما رأيناه او ما نراه الان في الواقع من ممارسات هذا الكيان الصهيوني المحتل الغاصب لكل حقوق الانسان الفلسطيني هو كان لم يتوقف منذ اكتر من عشر عقود فالصورة التي نراها والجرائم التي ترتكب ضد ابنائنا في قطاع غزي ضد ابنائنا في الضفة الغربية ضد ابنائنا في القدس هناك مدابح يومية كانت ترتكب والعالم ساكت عنها يتذرع في دفاعه عن حقوق الانسان والحرية سمعني كل العالم ساكت عندها يعني ما شفناش العالم حتى على الاقل القوى الاطلسية التي تدعي بقيم انسانية تدافع عن الحق الانساني عن حرية التعبير عن الديمقراطية عن حرية المرأة والطفل اما الممارسات الصهيونية التي ارتكبت ضد اصار طفل فلسطيني وامرأة فلسطينية وشيخ فلسطيني وشاب فلسطيني ومنعت عنهم حتى الهواء يعني يكادوا يمنعوا عنا حتى الهواء لم نرى بيان واحد يقول للشعب الفلسطيني الحق في الدفاع عن ذاته يعني انت لما بتيجي بتحاصر مليونين ومتين الف فلسطيني في قطاع غزي في مساحة تعدى 360 كيلو متر مربع قضوا على الاراضي الزراعية قضوا على المصانع على الصناعات الصغيرة والمتوسطة ابناء هذا القطاع لا يستطيعوا ان يتحركوا شايف خارج او داخل تمنع عنهم كل شيء في الواقع يعني الا يحق للشعب الفلسطيني ان يدافع عن حقوقه باي شكل كان يعني كل هذه الجرائم لم يصدر بيان انه للشعب الفلسطيني الحق في الدفاع عن مستقبل ابناءه واحفاده واطفاله ونساءه ورجاله هنا بفرجيك هذا الزيف المقزز لهذه الدول التي تدعي الحرية ومكافحة العنصرية الأبرتايد وحق الشعوب هذا يعني تشريع دولي للشعوب المحتلة المسيطرة عليها عندها الحق في مقاومة الاحتلال بكافة الأشكال والوسائل صاروا بدين يحرفوا حتى القوانين الدوليين اللي هني كانوا وراءها في الموضوع يعني كيف بدك انا اشوف يعني اتفاعل او اصدق او اشوف مدى مصداقية هذه البيانات وهذه المواقف اذا هذه المنظومات الداخلية لهاي التحالفات الاستعمارية بديت تفقد مصداقيتها امام شعوبها يعني هناك نوع من بداية بداية تفجر وعي شمولي لدى المواطنين عندهم انه لاكوا انه هني ايضا مستعبدين ومستعمرين من خلال عقولهم لما تسوقوا هاي المنظومات اللي بيسموها منظومات الدولة العميقة اللي اهدافها هيمنة رأس مالية على الشعوب تبعة الجنوب والشرق شايف وحتى وهني ايضا مستعمرين في داخل بلادهم اللي فهي المنظومات صابها نوع من عماء غرور عن جهية القوة اصبحوا يعتقدون ان ما يقولونه هو منزل يجب ان يطبق حتى لو كان على حساب ابنائك واحفادك هذا لن يستمر صمود شعبنا بالرغم من كل امكانيات المتواضعة والتي تكاد تكون معدومي في الموضوع هو اسطورة ومعجزة بتاريخ البشرية اذا احنا يعني الان تكشف انه هذا ليس صراع بين طرفين تتذكر في الستينات كان يقولوا المشكلة الفلسطينية ولكم يا عمي فلسطين ليست المشكلة فلسطين هي الحل او يقولوا الصراع العرب الاسرائيلي بيّن انه ليس صراع عربي اسرائيلي في الموضوع او الصراع الفلسطين الاسرائيلي انا بتحداهم شوف انت البيانات الاخيرة تبعتهم بعض الدول للأسف اللي كنت بعتبرها صديقة شاية وادرت تتفهم الوقاعة تجب تاتيني امثلة تجب تاتيني امثلة بديش ادخل في الممحكات وبديش اعطي مبررة ولكن العالم كله يعرف من هي اللي بيطلعوا بيانات بقولوا نبحث في تجميد المساعدات الانسانية اللي مقدمها للفلسطينيين تخيل تخيل شيء وكأنه وفي نفس الوقت يصدروا بيانات يحركوا اساطيلهم بايدن يعلن عن 8 مليار دولار مساعدات عسكرية طب لماذا يا بايدن لا تستثمر هذا المبلغ بعملية السلام بالاستقرار بالامن بالنهضة للجميع بتطبيق قرارات الامم المتحدة بتطبيق قرارات الامم المتحدة بريطانيا تحرك قسطولها دول اخرى تعلن انه هي ملتزمة بتقديم كافة الدعم اللا محدود لحماية امن اسرائيل طب والفلسطيني ما عندوش الحق في انه يحمي حاله على الاقل بذاته بعدين لو كان هذا صراعا ثنائيا اوكي تعال بش انت بتقول بك تجمد كل دعمك عني عن الشعب الفلسطيني شاية وبتتركنا بتهددنا طيب وبما انه بتقول انه بدك تحمي طب اقطع قطعت عني حتى الهوى اقطع عن الطرف الاخر الدعم اللا محدود اللي قدم بشكل مباشر او بشكل غير مباشر مدة عقود بش عقود قرون حتى لانه هني اسسوا الحركة الصهيونية في الموضوع لتشكيل كواعد تنفيذية واترك لي معهم اسبوع وسنرى النتائج اذا كانوا حقيقة يسعون الى الاستقرار الان العالم واعي ان فلسطين ليست عنوان الحرب فلسطين هي عنوان حق البشرية كلها فلسطين هي عنوان سلام فلسطين هي عنوان استقرار وصمودها الاسطوري شايف كسر كل الحلقات انا بسميها الاستعمارية اذا بديش اسميها شيطانية سلبية للهيمني على شعوبهم بشكل غير مباشر وعلى شعوبنا استعمارها بشكل مباشر هذا الواقع هاي المعادلة لذلك ما حدث هو جزء من استراتيجية مستمرة في الابادي وفي التهجير ماذا تتوقع من الشعب الفلسطيني سحيح فوقية الاستعمارية هي المؤسسات الاعلامية وحتى السينمائية فيها اللي من خلالها ظوروا كجزء من محور اساسي لاستراتيجيتهم ظوروا كل الحقائق الموضوعية وكلبوا الحقائق الى اكاذيب والاكاذيب الى حقائق في الموضوع يعني عندما تقول كلمة حق امام جهة اعلامية في الغرب بيقطعوك فورا وبمنعوك تطلع مرة تانية طب اذا عندك انت جواب اذا بتقول انه انا اللي بقوله هو اكاذيب شايف اكشف اكاذيبي خليني اطرح انا المعطيات الحقيقية اللي عندي حتى يقرأها المواطن الغربي والشرقي الشمالي والجنوبي اما يقتنع فيها او لا يقتنع فيها يعني تضع كما اللي تقول الصحافة والاعلام الترف وطرف المقابل في النقاش يعني شوف هناك بعض وسائل العلام الامريكية كما تنطلع على صحفهم صور الجرائم اللي ارتكبت ضد الاطفال الفلسطينيين وكأنهم اطفال اسرائيليين يعني اخذوا صور اطفال غزة وحطوها وكأنه اطفال اسرائيل بشا يقولوا شوفوا شو الفلسطينيين بساووا في يعني شوفها الوقاحة شوفها الاكاذيب هذه الوسائل فقدت مصداقيتها لا تريد ان تكشف الحقائق الموضوعية الحقائق الموضوعية تعيد لنا انسانيتنا وكأن هذه الاستراتيجية ليست موجهة ضد ابناء فلسطين فقط هي موجهة ضد الانسانية الشعب الفلسطيني الشعب الوحيد اللي عانى كل احداثياتها وكل معطياتها شوف انت الهزي اللي اصابتهم في اطار اللي بسموه الصراع الاوكراني الروسي وكذا وهي جندوا كل الامكان ولكنهم اهتزوا من داخلهم والاتحاد الروسي دولة عظمة صح ولا لا تخيل انه الان مجندين كل قواهم الاعلامية التكنولوجية المالية العسكرية شايف التقسيمية اللي بدك اياه في الموضوع امام شعب اعزل شعب فلسطين محاصر الجرائم اللي ترتكب ضد ابنائنا وبدون امكانيات منها بانعدام الامكانيات في غزة في الضفة الغربية في جنين في نابلس في حوارة في القدس الاعتداء على المسجد الاقصى المبارك وين هاي القيم اللي بدعوا انه هن حاملينها يعني عشرات الشهداء من الاطفال خلال هاي الفترة في الضفة الغربية وفي القدس وكلهم شباب صغار عشر سنين وخمسة عشر سنة وين البيانات تبعتهم اللي تطلع حتى تطاقم الطب يوسع سلحوا المستوطنين وكلولهم بس تشوفوا عربي ماشي طخوا عليه وكتلوه قبل يومين امبارح امرأة مع ابنها طالعة بسيارة هي وجوزها نزلوا ووقفوا لهم واطلقوا عليهم بالنار قتلوا الام والابن وين 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 القيم اللي بدعوا انه هن حاملينها وبدك شعب يسلم حاله ويسلم رقبته هاي يعني شيء اللي ساير يعني يدمر اخلاقيات الانسانية كلها فلذلك صمود شعبنا هو ليس دفاعا عن حقه فقط ليس دفاعا عن قيمه فقط ليس دفاعا عن شعوبنا العربية فقط هو دفاعا عن حقوق الانسانية لتعود للقيم الحقيقية للانسان كانسان عملين بحولوا الانسان الى شيطان يبتز الاخر يقتل الاخر له الحق ان يهيمن عليه طب لذلك احنا يجب ان لا نحصر نظرتنا في مربع واحد المربع هو نموذج لاستراتيجية شمولية شاير المجازر اللي بكونوا فيها يعني اليوم الصبح الاسطول بش عارفوا السفن الحربية الصهيونية ولا الامريكية قصفوا مخيم الشاطئ في غزة هدموا محوه عن الخارطة هلأ يطالبوا بتهجير في الاصل سمحني بش نوضحه للسيدة المستمعين شو مخيم شاطئ هو مخيم للاجئين لانه كمان يعني عندك 65% من اهلنا في غزة هن لاجئين من فلسطين 48 خليهم يرجعوا لبيوتهم خليهم يرجعوا لكراهم اللي مسحوها عن وجه الارض الان يحاولوا مسح غزة عن وجه الارض امام العالم الذي يدعي بالانسانية وبالحرية وبالقيم اي قيم يتحدثون عنها وبقولوا انه لا اطلعوا وبعدين بترجعوا نفس السيناريو اللي حصل سنة 48 هجروا الناس من قراءها سلبوها وهدموها وقاموا بجرائم بمجموعة من القراء والمدن في فلسطين شايا انه اجت بعض الاطراف الدولية انه اطلعوا بعدين مرتب لكم اموركم وبترجعوا وين رجعوا كرات الامم المتحدة تطالب اساسا القرار اللي الامم المتحدة قبلت فيه دولة اسرائيل كعضو في الامم المتحدة بشرط عودة اللاجئين واقامة دولة فلسطين في الموضوع هل طبقوا شيء منه في سلط المهملات في سلط المهملات بطلوا بدهم يقروه حتى صار يرعبهم قراءته واذا بتقرابه بصير يقوله عنك انت لا سامي اي لا سامي من ارتكب الجرائم ضد المواطنين اليهود في العالم سمحني سعد السفير شو هو الوضع الحالي في فلسطين فلسطين كله ضفة الغربية في الكل الوضعية قتل انت باتصال طلع الوضع مأساوي اليوم الوضع كارثي مأساوي فيه هناك حصار شمولي عملية تدمير ومحرقة ضد ابناء شعبنا في غزة بداية وضع سيناريو جديد لمحرقة قادمة لشعبنا في القدس وفي الضفة الغربية كيفاش؟ شفت انت يعني الاستطاع لما بيوزعوا السلاح على المستوطنين بقولونهم اذا شفتوا فلسطيني ماشي بالطريق وما وقفش اطلقوا النار عليه اذا بداية سيناريو اجرامي تصاعدي من الاسفل الى الاعلى هو القرار قرار قيادي بتسلح انت بنكفير ولا شموترس يعني بالعلن يقولوا اينما وجدت العربي حتى بسترجوش يقولوا كلمة الفلسطيني فلك الحق في ان تقتله وين وين البيانات الغربية اللي طلعت وهذا وزير وزير الامن الداخلي وزير المالية شايف في الموضوع وهذه الجرائم ترتكب كل ساعة كل دك كل ثانية ما حدا بحكي عنها الاختراكات المسجد الاقصى محاولة تهدمه تحت ادعاء اعادة بناء الهيكل الثالث وين العالم وين العالم الاسلامي وين اهلنا في العالم العربي اولى القبلتين وثالث الحرمين الشريفين معنى انت شايف في الموضوع فاحنا بحاجة الان ان نخرج من حلقات مجرد البيانات الى مواقف واضحة شجاعة لتقول لهؤلاء اللي عندهم نظرة فوقية تجاه شعوبهم وشعوب العالم انه كفى لعبتكم مكشوفة شايف بح ساعة السفير الموقف التونسي شو رأيك فيه طلع الموقف التونسي هترتوش مش نش بدو عن المواقف بما انك قلت معناها فما بيانات فقط لا الموقف التونسي طلع يعني تتذكر خطاب الرئيس قيس سعيد حين تحدث في البرلمان بعد الانتخابات الرئاسية وذكر بالحق الفلسطيني المطلق الغير قابل للمساومة قبل كنت نادرا ما تسمع بكلمة الحق الفلسطيني البطلة الا نحكي عن حقوق الشعب الفلسطيني عن تنفيذ قرارات كذا وهي سمحني سمحني نقول عليك وحتى ايامات قبل سبع اكتوبر قال تحرير كل فلسطين شايد قالها في مجلس ويزاري وضعها في اطار الحق الكامل انه استراتيجيتكم فشلت في تبخير الهوية الوطنية الفلسطينية الان دول عزمة اصبحت تستعمل نفس التعبير شايد صارت تقول انه الحق الفلسطيني اساسي للتوازنات والسلام والامن ليس للمنطقة فحسب انما للعالم صح ولا لا نسمع هذه البيانات من الصين من روسيا من كافة الدول العربية والاسلامية افريقيا الى اخرية في الموضوع فلذلك هنا ظهرت مركزية واهمية الحق الفلسطيني بش في التوازنات الاقليمية في التوازنات الدولية في الموضوع وهذا ارعب القائمين على الاستراتيجية الاستعمارية الصهيونية اللي حاولت في اطار ترتيبات تمهيدية عمدى كورون وترتيبات وآليات تمفيذية على مدى عقود في حدها الادنى عشر عقود ولم تستطع ان تبخر هذا الحق من الوجدان الانساني واذا رجعنا للسبب منقول طب كيف دموا هذا الحق قائم وهاي الاستراتيجيات لو وقعت على قارة زي اوروبا لمدة اسبوع لتبخرت اوروبا من الجغرافيا ومن التاريخ ومن الديمغرافيا ومن التاريخ ولكن الركزيات المتواضعة بجال يفرط حاله في المعادلات الاقليمية والدولية والان يعني ما بعرش اذا انتوا لاحظتم في الاعلام عندكم قبل 7 اكتوبر كنت بتتذكر كل وسائل الاعلام امركزة على اوكرانيا كل وسائل الاعلام امركزة على النايجة الغربية وافريكية على صح ونالك في الموضوعات الان افتح كل وسائل الاعلام في العالم امركزة على فلسطين توجيه باكاذيبهم وبالحقائق الامان بتتفجر ولكن فلسطين هي الاساس فلسطين قد تكون رقم متواضع جدا في المعادلة الكونية سمحني انت خرجتلي على الموضوع قلتك الموقف التونسي رأيك فيه ما تديش رأيك لا فتربديتلي بالبرلمان ومبعد الموقف طوى هذا يمهد انه الموقف التونس التراكمي في وقوفه في نفس الخندق مع الحق الفلسطيني شايا هي يعني نقلة نوعية ليست مبنية فقط على خطابات عاطفية وانما في مفاهيم عميقة كان الاطلسي يرتعب من ان يتفجر هذا الوعي الانساني عند شعوب اخرى لذلك ما يحدث في تونسي اسأل اي تونسي انا بزور المدارس بشوف تلاميذ صغار يعني في عندك تلاميذ يعني واحد بعلمني دروس شايف كيف مواجهة هذا بقول له طب ليش انت بتحب هذا قال لانه اذا اختفى الحق الفلسطيني تختفي حقوق البشرية جمعا هاي تلميذة عمرها 12 سنة 13 سنة اذا هنالك تفجر وعي عمومي مواقف الرئيس الواضحة بالرغم من كل التهديدات شايف رفض يتعامل معها وتعامل معها بجرأة اللي حتى يعني كان في ناس بقولوا انه ما فيناش الواجه لا احنا في ارادتنا الصلبة وتمسكنا بالحق نستطيع ان نكشف كافة هاي الحقائق وهاي الاستراتيجيات الاستعمارية الفوقية سوف تنهار من داخلها واذا انا كنت ضحيتها المباشر اليوم فابناء شعوبهم ضحياها القادمين فتونس لا تقدم خطاب فقط تقدم دعم رغم الوغاية الاقتصادية رغم كل ما تعاني من ترتيبات لاضعافها وتقسيمها من داخلها الا انه تونس بابنائها ببناتها برجالها بنسائها بقياداتها بشعبها بكافة التجمعات بالرغم من اختلافاتها الداخلية توحدوا في نفس الخندق مع الحق الفلسطيني وهاي ظاهرة الرعبت بقولك بصراحة الحركة الصهيونية بش بس اسرائيل ومن وراءها شايل فالهجم على تونس بش لله ولكن شعبنا في تونس في اطار وعيه في اطار فكره في اطار غناء العنصر البشري شايف في الموضوع يعني انت لو بتسأل طفل فلسطيني روح على فلسطين اسأله كله شو بدك من تونس بقول انا يعني اللي بحب فلسطين طفل عليه ان يقدم افضل ما لديه لتونس لانه انتصار تونس في مصارها الانساني الاخلاقي الديموقراطي البناء المكافح للإفساد للتقسيم شو اسمه هو اكبر نصر لفلسطين واضح لانه سعيتها امام هذا المخاضر الكوني تونس بتصير بوصلة السلام للعالم بدان ما انه اسرائيل تكون بوصلة تقسيم الشعوب واحتراقها واحتكارها العالم واضح انا الاخبار تقدمهنا سهيلة ونرجع بعد الاخبار سعد سفير